لليوم الواحد بعد المئة يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطع غزة برا وبحرا وجوا واستشهد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية عشرات الفلسطينيين وأوصيب أخرون وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد ثلاثة وثلاثين مواطنا بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال لعشرات المنازل في مدينة غزة كما شهدت تعدة مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة وفي مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع قصفا مدفعيا مكثفا من جانبه وصف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الأوضاع في قطاع غزة بالكارثية بسبب البرد الشديد وظروف النزوح